شهر رمضان سمي رمضان قيل لشدة الحر فيه ولذلك يقاسي ويعاني الصائم فيه مقاساه لأنه يأتي غالبا في فترة الحر ولذلك مأخوذ من الرمضان أو الرمضان رمضان مأخوذ من الرمضان لشدة الحر ولشدة ما يقاسيه الصائمون الأمر الثالث ما ذهب إليه بعض العلماء من كراهية قول جاء رمضان لا دليل عليه وقد ورد في هذا حديث أظنه عند البيهقي وهو حديث لا يصح حديث لا يصح حكم عليه العلماء بعدم الصحة بل جاء ما يدل على صحة قول جاء رمضان حديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يجوز الإنسان يقول جاء رمضان جاء شهر رمضان الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه ترجمة نانسي قنقر